بسم الله الرحمن الرحيم. من الحاجة اللي ممكن ان يسألني فيها في امتحان لتكد. لو انا بمتحان لتكد بروكوشنال. يقول لي مثلا لو انت عايز ترسم خط ريليتف كوردينيشن للنقطة دي هتحط علامة اكبر ولا اصغر ولا تحط علامة ات ولا تحط ايه. لو انت عايز تنسب يعني تخلي مثلا دي نقطة مركز بترسم مثلا مية كده ومية كده. مية في ال اكس ومية في ال واي. فبتدوس علامة ات وبعد كده تكتب المية ومية. تمام? علامة الاكبر ديت لما يكون بترسم الزاوية. تمام? هتقول له ات مية وبعد كده تعمل كده وتقول له علامة اكبر. آآ مثلا زاوية مسلا عشرة. تمام? فيروح يرسم لك الزاوية عشرة. تمام? ده الفرق بينه. طيب ايه الاسئلة ممكن تيجي برضو ازاي? ممكن يقول لي مثلا عند النقطة الفرنية ويحدد لنقطة. آآ ممكن تكون مرسومة هنا مثلا عليها علامة او موجودة في صورة في السؤال. يقول لي ارسم مثلا مستطيل او دايرة مأساته كذا. تمام? يعني اعتبر دي النقطة مثلا آآ الف. وفي نقطة تانية هتبه هنا به. فيقول لي مثلا ارسم ريكتانجل على مسافة مثلا من هنا مثلا خمسين في خمسين. تمام? فهقول له مثلا آآت. خمسين. وخمسين. تمام? بعد كده يقول لي بقى ارسم بقى حاجة تانية. ريكتانجل مثلا. مية في عشرين مثلا. تمام? فاقول له مية وعشرين. تمام? يقول لي بقى احات المسافة من هنا الهنا. تمام? فممكن ارسم لاين او ارسم دايمينشن. واشوف المسافة دا دي او ارسم دايمينشن على طول. تمام? هتشاء الله اللي نسوت. تمام? طيب ممكن ايه تاني? ممكن يقول لي خد اطبع صورة ديت. واشوف الليرات اللي مش اتبع. طيب الليرات اللي مش اتبع دا Learn Fromji' يتبع دي عرفها منين? عرفها من هنا? من layeriesoale. تمام. اللي هي بد إش من مطبوعة. يعنى ممكن هو يقول لي مثلا ما يقول henlare بد إش من مطبوع الإسمة هي بتلاقي اللير مش مطبوع Prab filament. بدي بتلاقي اللير مش مطبوع على علامة jogoرد ع esper'm응. اخر West علامة X في البلوط. او يقول لي ايه اللير اللي اللونها كزها او اين اللير اللين ستائب بتاحها كزه? او يقول لي مثلا اللير اللي شفيتها مثلا خمسين فتجي هنا تلاقي اللير دي بس هي اللي شفيتها خمسين فتكتبها زي ما هي الكابتل الكابتل واللي سمول سمول ما حدش يحط الطاتش بتاعه الطاتش ده هو اللي بديله فضحية تمام طيب ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي تاني ممكن مثلا يقول لي مثلا تعالي على بلوك معين تمام المسافة اللي بينه وبين الحيطة دي قد ايه او حركوا مثلا مية تمام وشوفوا هيبقى المسافة بينه وبين الحيطة قد ايه او او يقول لي مثلا شوف اللير الخطوط اللي جوه فادخل ريف اديت تمام اقول لي اوكي وابدأ اشوف الحاجات دي مرسمة على الان اللير تمام اهي تمام فدي دي من دين الحاجات اللي ممكن تيجي في الامتحان احنا انا بش بنغش الامتحان لان انا معرفش الامتحان احنا نشوف نمازج للاسئلة اللي جات وبنحاول نتضرب عليها وبنحاول نتعلم معلومات جديدة في بغض النظر على الامتحان